احنا هنقول شوية اجراءات عشان نعود نفسنا على استثمار كفاية ربنا لان كفاية ان احنا منحسش بالكفاية كفاية ان احنا منحسش بالكفاية ونبدأ نبص على فتاة الحياة ونعتبر ان فتاة الدنيا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحة بأعوضة مساقة الكافرة منها من شربة ماء فندور على اللاشي ونتصور ان هو هيشبعنا احنا مش موجودين عشان الشبع احنا موجودين عشان نعيش في حضرة مولانا منععمين مباركين وعشان نتعود على الكفاية ونستشعر الكفاية الربانية تعالوا نعمل ايه تعود ان في كل ليلة ان تتوقف عن المقارنة كل يوم عشر دايق مثل نفسك انك بلا شيء عايزين نتوقف عن المقارنة نعمل ايه تقعد كده عشر دايق زي ما نقعد معكم كده فاتصور نفسي بلا شيء اتصور نفسي بلا شعر بلا جلد بلا عيون بلا سمع بلا بصر بلا اظافر بلا قدم بلا اي حاجة انا من غير اي حاجة وافضل عشر دايق 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 اعمليه اتأمل والنعم نزل علي نعمة نعمة فتأمل هذه النعم ويتنزل علي نعمة نعمة فاعرف بقى النعم وينزل علي فإن اللي يحصل فافوء ان في نعمة ما كنت شايفة فابتدي اشوفه وده يبقى غير خالص في التعامل مع الله سبحانه وتعالى يبقى داوة اول اجراء تاني اجراء لابد انك تزيد طاعة كل يوم تطلب بيها صلاح حالك ان ربنا سبحانه وتعالى يخرجك من ساحة اهل التقصير الى ساحة اهل التنوير ان ربنا يصلح حالك وإن اللي حاصل تشوف عبادة غير طبعا العبادات الفرائد انت لازم تعملها نوافل تكسر منها زي اللي امتنان للناس زي انك تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى شكرا متكررا كثيرا زي انك تمتن وتفتحينيك على رؤية فضل الله سبحانه وتعالى ونعمة ربنا سبحانه وتعالى فانتو بتعمل الطاعة تقصد بالطاعة ان هي تزيل عنك الحجب وده وقت اكتر حاجة ممكن توصلك اليه ان انت تمتن واكتر حد ممكن تمتنله وتمتن الاهل بيتك لمرادك واولادك تمتنلهم انهم في حياتك في حياتك تتجدد فتراها بنور الله وبعطاء الله وعشان كده لابد انك كمان تكون ثالث حاجة من اهل الخدمة ما تخليش يوم يعدي إلا وانت عملت تلات خدمات للناس تلات خدمات للناس بتتحقق فيها بقوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعود على ملها ظهر له فالخدمة تخليك تشوف نعمة ربنا اللي فيك وزي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيك فائد وده جعل فيك فضل ممكن تجعله باب من ابواب الدخول على الله في معاملتك مع الناس رابح حاجة تعلم كل يوم شيء عن كيف كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة سيدنا أبو بكر المسلمة قوله تعالى ثم اللي تسألون يومئذ عن النعيم نظر إلى كسرة الخبز وقال والله هذا من النعيم الذي سنسأل عنه يوم القيامة اتربى في مدرسة حضرة النبي فعظم اللي ايه عظم النعمة فدوة نوع من أنواع النعمة نوع من أنواع النعيم الإجراء المهم كمان أنك تنص ساعة تجلس فيها بالانكسار والتزلل مع الله وتكلم الله سبحانه وتعالى عن حاجاتك لا لك يعرفها ولكن لماذا عشان نعرف أن الحياة دي مقضية وأنها بعين الرعاية الربانية مرعية وأن اللطف وأكسدنا وقلوبنا مرعية بنظر الله فمن تيقن أن الله ومولاه دخل في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اشتركوا في القناة